اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اضغط على علامة المنطات اللي مكتوب عليها ايفنت تظهر لك كل المهام اليومية طبعا هذه المهام ثابتة ما تتغير ويوجد ايفنتات خاصة تتغير على مدى الاسبوع كيف تعرفها وتعرف فوقات حدوثها يوجد لها قدول يظهر لك كل معلومات هذه اضغط على شكل الساعة مثل ما ظاهر معك في الشاشة كل يوم والايفنتات يلي فيه ننتقل الى النقطة الثانية وهي تشيزورو مونرالين البعض ما يعرفها الا بعض فتاة طويلة في اللعبة بس انا راح اعطيك المعلومات السطحية عنها اول معلومة كيف نروح على تشيزورو مونرالين طريقة سهلة انك تفتح الخريطة بعدها تروح على واتمر وتروح على مونرالين وتضغط على الخريطة اللي تظهر معك ثاني معلومة يوجد ثلاثة نوع من الحجار وهم بنفسجي والاحمر والابيض طبعا افضلهم الابيض ثم الاحمر والاخير بنفسجي ثالث معلومة ما تتجدد الاحجار عشان تاخذ الحجار الابيض يوجد ثلاثة وقد تتجدد فيها وهم الدقيقة الصفر والدقيقة الثامنة والدقيقة السابعة عشر رابع معلومة كم يستمر وقت مونرالين وكم حاجة مسموح لك ان تاخذ يستمر ثلاثين دقيقة فقط مسموح لك ستة حجار كل يوم خامس معلومة اوقات ظهور مونرالين لا يوجد وقت معين تظهر بالشكل عشوائي بعد الساعة واحدة مسام توقيت اللعبة لكن يوجد طيقة تعرف ظهور تشيزورو مونرالين في العادة عندما يبدأ تشيزورو مونرالين يظهر كلام على اعلى الشاشة مكتوب باللغة الانجليزية تم افتتاح كذي كل ما عليك انك توح على موقعها في الخريطة وتجمع الحجارة انتهينا من هذا النقطة ننتقل الى النقطة الثالثة وهي الكوات ما بذكرها في هذا المقطع لكن بعلمكم كيف تحطون الكود تروح على الستينج بعدها تنزل اخر شيء بتحصل كلمة cd key اضغط عليها بعد يحط الكود بخصوص الكوات بخصص لهم مقطع القادم بحط في كل الكوات موجودة في اللعبة ننتقل الى النقطة الرابعة وهي نقاط المهام الخفية كيف تروح عليها تفغط على علامة الكو بعدها تل طبعا هذه النقاط تجمعهم من عمل المهام الخفية تستبدلها بالهدايا بعدد النقاط اللي جمعتها وكلما ازداد level server يزيد عدد المهام الخفية ننتقل الى النقطة الخامسة وهي server level من اهم الاشياء لازم تعرفها كلما بتعدد شخصيتك من level server تعتفع معدل نسبة الحصول على الخبرة وكلما اكتربت الشخصية او تقاوزت level server تنقص نسبة الحصول على الخبرة ننتقل الى النقطة السابعة والاخيرة كيف تغير الكلاس وكيف تبني قوة الكلاس اللي اخترته طبعا كل كلاس وله مصدر قوة معينة حاليا الكلاس تبعي sold answer فنروح على صورة الشخصية بعدها تروح على علامة تعقب اي حاجة فيها علامة الامن يعني هذا شي مهم في الشخصية يعني لما تسوي state تبع السلاح ركز انك تحط الاشياء يلي فيها حرف الامن انقل حين على كيفية تغير الكلاس بالاول روح على كاس الكوليج وضغط class transfer بعدها تختار الكلاس اللي حاب تغير عليه انتهى مقطعنا لهذا اليوم لو عقبت المقطع واستفدت منه حط like وان شاء الله راح ننزل مقاطع وشروعات اكثر نشوفكم في حلقة ثانية الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة